السلام عليكم ورحمة الله انا اعمل مع بعض بسكوف تشيز كيك او كولد تشيز كيك بي اللوتس بسهولة طعم وهمي تقديم زي ما انت شايفين جميل جدا كل الخطوات والتركات وازاي يطلع معاك صح تابع الفيديو للنهاية لو اول مرة تشاهدني اسم احمد عبد السلام يونس اتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان بننزل كل يوم فيديو جديد فن وعلم الحلواني نقول بسم الله اول حاجة 16 جرام جلاتينا ننقحهم في مية ساعة طبعا السؤال لو جلاتينا بضرة يبقى 16 جرام جلاتينا بضرة ننقحهم في 70 جرام مية ساعة برضو ونقلبهم ونسيبهم تعمل بلومينج يعني تتشرب ميتين جرام باسكوت اللوتس ومية جرام زبدة ساعة طبعا لو انت مش عارف تعمل باسكوت اللوتس او مش لقيه هتلاقيه موجود على القناة ازاي تعمل باسكوت اللوتس هسيبهولك في صندوق الوصف بعد كده باجيب رنج ده 22 سنتي 22 سنتي افرد فيه باسكوت اللوتس اللي فيه زبدة او لو انت عاوز بس هو باسكوت في طعمه طحفل اجمل حاجة عشان تطلع من ساعة تحط ورقة زبدة دي الحاجة الوحيدة اللي بتخليه زيما انت شايفين ساعة وحطوا في التلاجة شوية بعد كده 340 جرام فريش كريم من غير سكر هتضربهم واركنهم على جنب 4 أصفر بيت في حدود 80 جرام 4 أصفر بيت في حدود 80 ل 90 جرام حسب البيضة بعد كده وحط عليهم 200 جرام سكر مهم جدا الخطوة الجاية ديت بعد كده 340 جرام كريمة تشيز او فلادلفيا عليها نص عصرة لمونة وزرة ملح الملح مع عصرة اللمونة بيتطلع طعم الجبنة عالي قوي خلاص يبقى 340 جرام كريمة فريشة اضربهم واركنهم على جنب 340 جرام فلادلفيا تشيز او كريمة تشيز او اي نوع جبنة كريمي مع نص عصرة برتقاء نص عصرة لمونة والزيست النعم بتاع اللمونة وزرة الملح لو عاوز تشيز كيك موجود على القناة ازاي تعمل تشيز كريمي بالزبط 85% من تعم الفلادلفيا الاصلة بعد كده بحطهم على حمام بخار وراع ان المية ما تلمسي قعدة الحلة مهم جدا لان المية بتغلي عند مية وعشرة هسوي السابيونيو بقى ايه هيبقى اوملت فلازم بس البخار هو اللي اللي يخبط في السطح وافضل اقل فيه طبعا شفتوا لونه بقى ازاي لحد ما يوصل 82 درجة مقوية اول ما يوصل 82 درجة مقوية كده استوى البتابوم بتاعي وكده امن اللي ناكله وانه هو طعمه بقى تحفا اعصر الجيلاتينة اللي هي الورق ولو عند البودر منقوعة بتبقى زي الجيلاتينة رمية عليه وهو سخت اول ما بتدوب بجويب الكريمة الجبنة او الفلاديلفيا تشيز او الجبنة الكريمي وحطها شوية شوية زي ما انشافين اسمها تيمبرينج تيمبرينج دي يعني بعادل درجة حرارتها وفي نفس الوقت بوصل لان الجبنة برده السابيون هينزل درجة حرارته لتحت يبقى كده اقدر اقلبه مع الكريمة لازم اقلب لما يبقى الخليط كل الحبيبات الخرازات دا تدابط دي مهم جدا لازم يبقى كريمي كده السابيون خد الكريمة الجبنة ولازم تشوف لو عايزين تعمل الترميسو على القناة موجود ازاي تعمل الماسكربون تشيز النستو جبنة النستو وازاي تعمل الفلاديلفا تشيز بعد كده بحط الكريمة شوية بشوية طبعا انا بقلب بالروحة لكن الفيديو عشان ما سرعه فباين اللي انا بقلب بسرعة بحط شوية من الكريمة على السابيون واعرف ان الدرجة تحررت كويسة عشان لو هو سخن هيسيح للكريمة ورجعه على 340 جرام الكريمة المضروبة اللي احنا عملناها قبل كده بس زي ما شايفين بقلب بحنية اعمل تهارموني تجانست كل المكونات كده اجمل شيز كيك في الدنيا بارد تقدر تحط في طرد وبعد كده عاوز تعمله مع اي نكهة بألف انا وشفا على القناة تشيز كيك سخن الامريكي تشيز كيك الدولسي دليتشي اللي هو بالكراميل على القناة تشيز كيك الباسك بتاع اسبانيا تشيز كيك سانا سباستيان اغلى تشيز كيك في العالم كل انواع تشيز كيك اللي في الدنيا موجودة على القناة حتى تشيز كيك كيتو للناس اللي هما الكيتو عبيت الفورمة بتاعتي بهزها من البابلز الفاقق تلعت بحطها في الفريزر تاني يوم بتلحها من الفريزر واجيب فورمة مقاس 20 اي عشان هي 22 واجيب الصوس بتاع البسكوف اللي هنعمله مع بعض في طريقتين ياما سيح البرتمان وحطه في النص او بجيب الجليز وعلى القناة كل طرق اعمل الجليز وحط عليهم 30 جرام من البسكوف عشان يطلع اللمعة بتاعته يبقى 30 جرام سبريد اللوتس برضو موجود على القناة وحط على 100 جرام جليز وقلبه كده بقى عندي الكيكا بتاعتي جاهزة احط البسكويت حواليها وماكرون من اللوتس لو عايزين نعمل ماكرون اللوتس اكتبو لنا ادعي لي امي وابي بالرحمة من قلبك واعمل لايك لو سمحت اشتركوا في القناة